اشتركوا في القناة خلال اللقاء أشهد السمو الشيخ ناصر بن حمد بالخبرات العلمية والكفاءة التي يتمتع بها الدكتور محمد بن مبارك بن دينة والسيد مارك توماس وتعينهما كعضون منتدب في الشركة ورئيسا ترفيذيا للشركة اوضح سموه ان الشركة القابضة للنفط والغاز ماضية في تحقيق الارتقاء باستثمارات قطاعي النفط والغاز كما يتوافق مع رؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى وتطلعات سمو للعهد رئيس مجلس الزراء في سبيل دعم الاقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ووجه سموه خلال اللقاء الى ضرورة التعاون والتخطيط لمواصلة التطوير للأفضل بناء على الخبرات التي يتمتع بها السيد محمد بن مبارك بن دينة والسيد مارك توماس حيث انهما يعتبران من اصحاب الخبرات العالية في هذا المجال والذي سوف يساهم في مواصلة الدفع بعجلة التطوير والارتقاء بقطعي النفط والغاز ومواصلة رسم الخطط الاستراتيجية في هذين القطاعين الحيويين من جانبهما اعرب السيد محمد بن مبارك بن دينة والسيد مارك توماس عن اعتزازهما بثقة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مؤكدين انهما سيحرصان على مواصلة عملية التطوير والارتقاء بعمل الشركة خلال الفترة المقبلة ومثمنين الدعم الكبير الذي تحظى به الشركة من سموه